السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة تسعة شباط فبراير بما أنه اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة من بعد ظهر يوم السبت لا ينتقل القمر لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة سعد السعود وهي منزل لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي منزل إلى الحماية والضرر والضفر والعقد القمر بما أنه اليوم موجود في برج الدلو معناته اليوم من الشعر أنه بحاجة ماسة جدا للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفاد منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء وتجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الأشخاص من حولا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا أو قص شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وبرضو في بعض الأشخاص اليوم بحبوا يجربوا أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا وبرضو بتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها ومنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية لازم نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل لأنه هذا الشيء ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمه أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين وغريبين الأطوار ممكن نتعرض لبعض التغييرات المفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة وممكن نتعرض البعض للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس الساعة عشر وخمس وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني هاي الزاوية بالدل على ولادة الهلال الجديد ابنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا وابنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ابنتجه لتغليب العقل وابنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي للقمر رح يبدأ الساعة عشر وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى بعد ظهر يوم الغد السبت الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة بينتهي بعد الظهر بتوقيت جرينيج لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت يعني من الآن من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة لغاية الساعة وحدة واثنين واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج هاي هي فترة خلو المسار هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفرلها العناية الاضافية خلال هذا اليوم طبعا عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هاي الاعضاء هي الاعضاء الاكثر حساسية واللي لازم اذا شعرنا باي شيء غير اعتياد راجع طبيبنا وما نستهين بالامر ما لازم نجري عمليات جراحية كبرى لهاي الاعضاء ولكن باقي اعضاء الجسم ما في اي مشكلة لاجراء العمليات الجراحية مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد لاخر يوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن ولا يصلح للقص العلاجي برضو لاخر يوم بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الجديد عمره 28 يوم في تمام الساعة 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير 29 يوم نسبة الاضاءة 0 بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19 اثنين منتحس الان بنسبة 10 في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة 30 في المية القمر في الدلو حتى يوم 10 اثنين سعيد الان بنسبة 30 في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة 10 في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10 في المية عطارد في الدلو حتى يوم 23 اثنين منتحس بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 16 اثنين سعيد بنسبة 15% المريخ في الجدي حتى يوم 13 اثنين سعيد الآن بنسبة 60% ساعة الظهر سعيد بنسبة 30% المشتري في الثاور حتى يوم 25 خمس سعيد بنسبة 30% زهل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 1 تسع سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمس سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين زملائك أصدقائك جيرانك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد العلاقات الاجتماعية اليوم فيها فوائد كبيرة وحاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو اليوم بدك تقدم أفضل ما عندك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية لأنها فترة ما زال فيها بعض الصعوبة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصال اللي بعيد وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية هاي فترة مثمرة على جميع الأصعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتعيد تنظيم أموركم المالي المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع يتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بترغبوا في تدعيم شراكاتكم اليوم وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شي حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات وما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت واتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب اليوم لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بالأمور العاطفية لأن الظروف ملائمة للمغازلة والمصال حول تكرار المحاولات برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم طبعا اليوم بتجد تعاون من أفراد العائلة وممكن تضطر للاهتمام ببعض التصليحات المنزلية أو غيرها أهم مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر بتتمتعوا بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي أيضا هذا اليوم بيحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت القمر اليوم موجود في برج بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب عليكم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حذروا من البدء بأي شيء جديد وما تسمحوا للقلق أنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط ونظموا أموركم وضعفوا مجهودكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء